اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن اعتبارا من هذه الليلة وغدا ستتأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا المصاحبة لهذا المنخفض الجوي وهذا المنخفض الجوي يصنف بانه منخفض من الدرج الاولى حسب مقياس تقص العرب لشدة المنخفضات الجوية ومعنى ذلك انه منخفض جوي من الدرج الاولى اي انه منخفض ضعيف كمية الامطار التي ستنتج عن هذا المنخفض الجوي بتكون كمياتها تتراوح ما بين واحد الى عشرين مليمتر وفعلا المناطق الشمالية نتوقع ان تصل كميات الامطار فيها بحدود عشرين مليمتر لكن كلما اتجهنا الى الجنوب يقل نسب كميات الامطار المتوقع هطولها وايضا سرعة الرياح بتكون بحدود ثلاثين كيلو متر في الساعة ومدة التأثير بتكون مدة تأثير هذا المنخفض الجوي بتكون بحدود ثمانتاشر ساعة ودرجات الحرارة المتوقعة بتكون ما بين تسعة الى ثلاثتاشر درجة مهوية وطبعا اما بالنسبة للثلوج فلا نتوقع سقوط ثلوج من هذا المنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة نسبيا المصاحبة له الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة بناء على ما تم ذكر سابقا هذه الليلة انخفاض على درجات الحرارة اجواء باردة نسبيا الى باردة اجواء ايضا غائمة خاصة في المناطق الشمالية تتناقص كميات الغيوم تقريبا في المناطق الوسطى والجنوبية لكن بشكل عام اجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا وتسقط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد في المناطق الشمالية ويمتده طول الامطار الى المناطق الوسطى وايضا بعض المناطق الجنوبية وبناء عليه فان الاحوال الجوية المتوقعة غدا او خلال الثلاثة ايام القادمة يوم غدا الجمعة انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة ستنخفض درجات الحرارة على الاقل بمقدار 5 درجات مئوية عما وصلت الى نهارة هذا اليوم وبتكون اقل من معدلها بشكل واضح اجواء غائمة جزئيا تبقى فرصة سقوط الامطار واردة خاصة في الفترة الصباحية وحتى الظهر لكن بشكل اخف وتخف ايضا تدريجيا الجمعة ليلا اجواء باردة غائمة جزئيا تضع فرصة سقوط الامطار والصغرى المتوقعة بحدود 6 درجات مئوية يوم السبت استقرار على الاجواء لكن تبقى الاجواء باردة تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة بحدود 11 درجة مئوية بينما معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة وبحدود 14-15 درجة مئوية والاجواء اثناء الليل باردة يحتمل تشكل الضباب في المناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية يوم الاحد يوم الاحد هناك ايضا قصة جديدة ومنخفض جوي جديد ستتأثر به المملكة هذا المنخفض بيكون اقوى من المنخفض اللي اثر اليوم والذي سيؤثر هذه الليلة وبينتج عنه امطار بكميات ممتازة باذن الله في معظم مناطق المملكة وايضا مع كتلة هوائية باردة وبستمر ايام الاحد والاثنين وحتى يوم الثلاثة باذن الله الاماكن التي ستتعرض لتساقط الامطار نتيجة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا يعني يوم الخميس وليلتي الخميس على الجمعة وحتى صباح الجمعة هي المناطق الشمالية تمتد الامطار وسقوط الامطار تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة لكن اكبر كمية هطول متوقع ستكون في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة واحيانا بتكون غزيرة خاصة المناطق الشمالية الشرقية قد ينتج عنها حدوث بعض السيول وارتفاع من سوب المياه خاصة في مناطق الحدود الأردنية العراقية بعض التنبيهات والتوصيات اللي بنوص فيها وبننبه منها نتيجة تأثر المملكة بهذه الحالة الجوية وهذا المنخفض الجوي أول شيء ينبه من خطر الانزلاق على الطرقات وخاصة في بداية الهطول خاصة المناطق الجبلية هذا بأثر على القيادة السيارات بشكل واضح وأيضا تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية الشمالية وأيضا هناك انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة ومع ذلك نتمنى الجميع السلامة وتحية لكم من طقس العرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة